موسيقى جريمة المطار قد تتكرر اللهم إني بلغت اللهم فاشهد بعد الطائرات المسيرة حرب أوكرانيا تمنح السيارات الإيرانية فرصة في روسيا إيران المحبة الأخيرة للتطبيع موسيقى 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 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جريمة المطار التي استشهد فيها قادة النصري قد تتكرر هذا ما يوحي به مقال مهم جدا بقلم سكوت آر أندرسون زميل دراسات الحكم في محد بروكينغز والمستشار القانوني السابق بالسفارة الأمريكية في بغداد هذا الرجل لديه مقالات كثيرة هو أمريكي وتعرفون يعني الأمريكي الذي يعمل في لسلطة بلاده للدولة العميقة بالتأكيد يريد مصلحة الولايات المتحدة ونحن نأتي ونبحثه مع خلف الصطور لنفهم من هو سكوت آر أندرسون كما قلت لكم زميل في دراسات الحكمة في محد بروكينغز مستشار عام والزميل أول غير مقيم في برامج قانون الأمن القومي في كلية لوفير ومحرر أول في الحقوق بجامعة كولومبيا وكان سابقا محاميا مستشارا لدى وزارة الخارجية الأمريكية وكان مستشارا قانونيا للسفارة الأمريكية في بغداد من عام 2012 إلى عام 2013 هذه الفترة أيضا حتى تفهم طريقة تفكير الرجل لديه مقالات تحقيقية وقانونية يركز وفق القوانين الأمريكية طبعا ويحاول أن ينزج ما بينها وما بين القوانين الدولية لصالح الولايات المتحدة عنده مثلا مقال الآن اللي راح نتناوله لماذا لا تزال حرب العراقي خطيرة عنده مقال السلطة التنفيذية بعد ترامب سياسة ترامب بشأن القدس أكثر غموظا مما تبدو يتحدث عن الحرب القانونية وأيضا كان لديه مقال مهم جدا في العام 2017 في نوفمبر كان يتحدث عن كيفية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس هذا الرجل يقول لماذا لا تزال حرب العراقي خطيرة حرب العراقي يعني حرب إسقاط النظام السابق تحت واجهة البحث عن أسلحة الدمار الشامل في العام 2003 ويقول ولا يزال التشريع هنا انتبهوا لا يزال التشريع الذي يجيز حرب عام 2003 عائما وهو مفتوح بشكل مثير للقلق هذا المقال نشر في الفوريان بوليسي أجلة السياسات الخارجية الأمريكية حتى تعرف يعني من تشوف وين نشر المقال متى نشر المقال نشر المقال في توقيت أيضا لافت خلال فترة جدل كبيرة جدا تجري داخل الولايات المتحدة الأمريكية حيث يدعو المشرعون إلى إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية المعروف اختصارا AUMF لعام 2002 بينما يدرس مجلس النواب إصلاح صلاحيات الحرب يعني الصلاحيات المخولة للرئيس الأمريكي لشن حرب من خارج الحدود وهذا الموضوع بأثير في 20 عفور من سبتمبر بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية عندما أرسلت مجموعة من الممثلين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الحاكم حاليا رسالة إلى رئيس مجلس النواب كيف المكارثي يدعونه في هذه الرسالة إلى الوفاء بوعده بتقديم مشروع قانون لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية ضد العراق لعام 2002 يقولون أبعثوه إلى البرلمان حتى يصير تحكي على الأقل يعني يناقش ويمحث ويدعون إلى إلغاءة في نفس الوقت كتب الكثيرون عن أهمية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية أهمية مثل هيدر براندون سميث وأورسالة كنوندنسون زلاتا هذولي أيضا هذه نائبة مدير لجنة الأصدقاء للتشريعات الوطنية لشؤون السياسة الخارجية وديتش الثانية المديرة التشريعية لبناء السلام في مؤسسة الدعم الديمقراطية كما يقولون كتبوا يدعون عن الأسباب التي يجب أن تدفع الولايات المتحدة أو الكونغرس تحديدا إلى إلغاء تفويل حرب العراق الآن بينما في نفس الوقت اللوبي الصهيوني في داخل الولايات المتحدة الأمريكية يدعون إلى العكس مثل عفرين ميناي مساعد برامج للشؤون العسكرية وحقوق الإنسان وأيضا مساعد لبرنامج العسكرية وحقوق الإنسان هذا طبعا يدعو إلى أنه يجب أن يبقى مثل هذا القانون وغيره يدعون يقولون بعد مرور أكثر من عشرين عاما على إقراره لا يزال قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية لعام 2002 يوفر وسيلة خطيرة باستخدام القوة العسكرية لكن في نفس الوقت يقول لا ينبغي للمناقشة الموسعة لقوة الحرب الأمريكية أن تأتي على حساب إلغاء قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية في العراق عام 2002 زين شنو علاقة هذا بجريمة المطار هذا ما أودت أن أثيره هنا أحبائي لأنه وقلت في بداية حديثي أو في العنوان أيضا اللهم إني بلغت واللهم فاشهد لأن هذا الرجل أندرسون يجي يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني ترامب اعتمد على هذا القانون لارتكاب جريمة المطار وقتل قادة النصر ويقول في نفس الوقت الآن هناك ضخ إعلامي كبير يتهم إيران طبعا هو ما يقول ضخ إعلامي هذا من عندي بس هو يقول لا يزال يقول يقول إيران تدعم كما يقول من يسميها بالميليشيات يعني فصائل عراقية تعرض المنشآت والمنشآت الدبلوماسية والمنشآت العسكرية الأمريكية في العراقي للخطر هي نفس الذريعة التي تحجج بها ترامب عندما ارتكبت جريمة المطار يقول مثلا على وجه الخصوص دعمت إيران كما يزعم مجموعة من الميليشيات الشيعية التي تتصرف دون عقاب في جميع أنحاء العراق حسنا هو منها يدعو إلى إلغاء هذا التفويض ومنها جاء يعطي مبرر لأي إدارة أمريكية جاءت بعد ترامب أن تكرر حماقة ترامب يقول على وجه الخصوص فقد دعمت إيران يعني بين قوسين هو ما قايل إيران باعتبر قائلها سابقا مجموعة من الميليشيات الشيعية التي تتصرف دون عقاب في جميع أنحاء العراق بما في ذلك من خلال انتبه استهداف المنشآت الدبلوماسية والعسكرية الحكومية والأمريكية بهجمات صاروخية وتعال شوف بعض القنوات اللي مع كل الأسف محسوبة على العراق قنوات فضائية وحتى وسائل التواصل الاجتماعي هناك تركيز منذ فترة منذ تشكيل حكومة السيد محمد الشيع السوداني تركيز على أنه والله أنتو الحكومة الحالية سابقا يعني الفئات فيها فصائل فيها كانت تستهدف المنشآت والسفارات الدبلوماسية الأمريكية تحديدا وطبعا يكبرون الموضوع مع ملاحظة أنه يعني تعرفون جيدا أن هيئة التنسيق لفصائل المقاومة كانت في هدنة مع الحكومات السابقة حكومة السيد مصطفى الكاظمي حكومة السيد عادل عبد المهدي يعني ليس في هدنة مع الحكومات يعني هي في هدنة مع القوات الأمريكية القوات أقول القوات الأمريكية الموجودة في العراق وعطيت الحكومات السابقة حكومة السيد عادل عبد المهدي التي أسقطت بذرائع كاذبة وحكومة السيد مصطفى الكاظمي التي جاء بها بذرائع كاذبة أيضا ويقولون الآن شو تغير الوضع وشنو هذا الموضوع بس هو مو يبحثون لماذا تغير الوضع هو بالنديجة طبعا يتغير الوضع عندما الفصائل هي التي تساهم في تشكيل حكومة فصائل المقاومة أقصد أو جزء منها يساهم في تشكيل الحكومة الحالية من الطبيعي يسعى إلى انتهاج الأساليب الدبلوماسية حتى تنجح الحكومة الحالية بس هنا المربط الفرسي مربط الفرس لا هم يريدون يهيئون الأرضية ويعطون نفس المبررات كما يقول هذا أمريكي من فمك أو دينك يقول ليس من الصعب أن نتخيل رئيسا مستقبليا يحذو حذو إدارة ترامب ويصور هذه التصرفات شنو هي استهداف المنشآت الدبلوماسية والعسكرية الحكومية والأمريكية بها جمال صاريخي بكرة هم يجوني كرروا لكياها ونسبوها نفس الشي لفصائل المقاومة شنو المشكلة؟ يعني افتعال الأزمات المنتظمة هذه سياسة أمريكية كما يقول محد واشنطن ليس من الصعب أن نتخيل رئيسا مستقبليا يحذو حذو إدارة ترامب ويصور هذه التصرفات على أنها تهديدات لعراق مستقر وديمقراطي على أبوال الأمريكي متعاحدة بالحفاظ على هذا العراق أو على أنها تهديدات إرهابية تنطلق من العراق تبه مما يضع إيران نفسها مباشرة في مرمى التفويض باستخدام القوة العسكرية في العام 2002 هذا التفويض مع ملاحظة أن هناك تفويض أقدم من نفسنة فيما يسمى بصلاحيات الرئيس لمكافحة الإرهاب واثنين يفسحن المجال لأي رئيس أمريكي يحذو حذو ترامب ويكرر هذه الحماقة وهذه الجريمة ماذا يعني ذلك يعني ذلك أن أنه هم يهيئون دائما المبررات التي يصفونها بأنها مشروعة لأي عمل عسكري من هذا النوع ذات يوم فيستهدفون شخصيات سياسية عراقية شخصيات سياسية أو عسكرية أو مقاومة عراقية سواء من الحجد الشعبي أو من الفصائل وحتى شخصيات إيرانية فإذن من خلال ما ينشر أمريكيا أمريكيا أقول ومن خلال بقاء هذين التفوضين لعام مي 2001 و2002 فإن جريمة المطار قد تتكرر وخذوا حذركم خذوا حذركم عند كل مسجد اللهم إني بلغت اللهم حشحة بعد الطائرات المسيرة حرب أوكرانيا تمنح السيارات الإيرانية فرصة جديدة في روسيا في الحقيقة تعرفون أحبائي المزاعم التي تتذرع بها الدول الغربية للإبقاء على الحظر التسليحي الذي يفترض أن يرفع في أكتوبر اللي متعلق بالاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 فيما يتعلق بالصواريخ الإيرانية يعني حق إيران أن تبيع صواريخ وحق إيران أن تشتري صواريخ الآن بذريعة أن إيران تزود الروسيا بالطائرات المسيرة وتشلبوا بهذه الذريعة والآن الدول الأوروبية الثلاث لترويكا الأوروبي لأن أمريكا خرجت من الاتفاق النووي بريطانيا فرنسا وألمانيا يقولون نحن راح نبقي على هذا الحظر لأنه إيران تزود روسيا بالطائرات المسيرة إيران تنفي ولا يوجد دليل قطعي على أن إيران تزود روسيا أكو طائرات باعتها إيران وروسيا وهذا قالوني وشرعي ومشروع قبل العملية العسكرية التي دفذتها روسيا في أوكرانيا لكن مع كل ذلك يعني طبعا هذه مبررات كثيرة يعني تريد الدول الأوروبية أن تماشي أمريكا مع وجود خلافات وصراعات كبيرة يريدون للأزمة الأوكرانية أن تستمر ويريدون أيضا أن يبقوا على بعض العقوبات التي تخيفهم على الجمهورية الإسلامية لكن هذه العقوبات كلها المفروضة على روسيا ملحت إيران فرصة غير قضية المسيرات أس المسيرات خليها على كتر تعالي شوف الطرقاعة مو قلت لك إيران تعرف شلون تستخدم التهديدات وتحولها إلى فرص وأنا عندما أتحدث عن إيران أتحدث عن دولة مسلمة جارة شقيقة وقفت معنا وعندنا وياها علاقات جيدة وخلي نتعلم ونستفيد منها ومن تجربتها ونستفيد هذه الحياة هي نستفيد من تجارب الآخرين فما بالك هذه الدولة بصفتك وتتعرض إلى عقوبات شديدة هس هم دخلوا بمفاوضات ورفعوا أكثر من 1500 من العقوبات التي فرضت على إيران في عهد ترام رفعوها في عهد بايدن لكن مع كل ذلك أيضا جاي يفرضون عقوبات جديدة كل يوم بحجة من الحجج إيران تستفيد من هذه العقوبات اللي فرضت عليها واللي تفرض على روسيا وجاي تطور من قوتها العسكرية ومن صناعاتها في مجالات مختلفة أخرى مختلفة أخرى وروسيا عليها عقوبات وتحتاج إلى سيارات الآن تعال شوف هذا هاي الطرقاعة بالنسبة لهم ها يعني هاي الأخبار السيئة التي لا يرتاح لها الغرب ولا يرتاح لها من يكره إيران العقوبات وهذا العنوان الصحيح الذي أنا قرأته في وسائل إعلام روسية العقوبات تمنح السيارات الإيرانية فرصة جديدة في روسيا يعني ليش فرصة جديدة لأنه سابقاً كان هناك قبل فترة اتفاق مع شركة سايبة لتزويد روسيا بألف سيارة حديثة الإنشاء من طرات سايبة إلى السوق الروسي بحلول شهر يونيو الماضي وبدأت حملة ترويجية لهذه السيارات السايبة فشلت في الحصول على شهادة الاعتماد المطلوبة لأسباب تقنية ولم تسوق فالشركة التي اتفقت معها طبعاً تعرفون سايبة هي ثاني أكبر شركة مصنعة للسيارات في إيران والشركة التي كانت قد اتفقت معها هي أيضاً شركة حديثة الإنشاء استفادوا من الظروف الحالية تحمل اسم بيست موتورز وما تحقق هذا المشروع الآن بعد تقييمات للمخاطر المالية غير المرضية التي أجرتها هذه الشركة لم تعد شركة بوست موتورز مسؤولة عن جلب هذه السيارات إلى روسيا الآن الحديث عن شركة أخرى اسمها بوست أوفتو على الخط دخلت وتريد تستورد السيارات الإيرانية ووقعت شركة سايبة أيضاً عقداً مع شركة أخرى باسم لاكي كرنسي البيلاروسية في بيلاروسيا ممس بروسيا لتوزيع السيارات الإيرانية في كل من بيلاروسيا وروسيا كشف الرئيس التنفيذي للشركة البيلاروسية سيرجي فاشينسكي أن لاكي كرنسكي يعني هذه الشركة البيلاروسية لاسي كرنسي عفواً قامت بالفعل بتسليم عدة سيارات إلى روسيا تأخذهم من سايبة من إيران وتوديهم إلى روسيا وتم تسليمها في أغسطس الماضي لاستخدامها في المعارض واختبار وإجراء اختبارات التصادم عليها وشافوها نجحت والآن بحلول هذا الشهر أكتوبر سيكونون قد وفروا مجموعة بحدود 500 سيارة للبيع وطبعاً هذا القافلة مستمرة شوفوا يعني إيران تستثمر الفرص كل الفرص استثمار جيد هي تدعو للسلام في أوكرانيا وتدعو لحل الأزمة الأوكرانية الروسية عن طريق المفاوضات السلمية شنو تيجي أوكرانيا شنسوي تريد أن تكافئ لأن أوكرانيا أيضاً تعرفون أنتو شنون هذا النظام قام هذا النظام النظام هذا النظام مجديد يعني هذا الآن الموجود الرئيس فعلاً هو بما أن يعني بس كنظام سياسي إجي وفق معادلة تم تنفيذها في العام 2014 نجحت يعني إسقاط نظام ديمقراطي في أوكرانيا المجيء بمثل هذا النظام باسم الثورة الأرجوانية وغيرها من هذه الثورات الملونة التي نفذت في بعض الدول وخلقوا من أوكرانيا عدوة خنجر في خاصرة روسيا لإسقاط روسيا بعدما أسقطوا الاتحاد السوفيتي السابق وجعلوه ينهار أرادوا إسقاط روسيا روسيا انتبهت سوتها العملية الاستباقية ونفس الشيء أرادوا يسوه في العراق نفس الشيء نفس التفاصيل أنا تحدثت عن ذلك سابقاً في هذا البرلمج وذكرت لكم يعني مثال بسيط على أحد المحققين الأمريكيين اللي هو أريك زويس اللي كتب مقالات تحقيقية مفصلة في هذا الموضوع واحد منها كلفه أربع سنوات من التحقيق الاستقصائي خرج بنتيجة تقول كيف ولماذا ارتكبت هذا العنوان حكومة الولايات المتحدة انقلاب 2014 في أوكرانيا ووالله لو تيجي تقرأ هذا المقال وتقرأ تفاصيله والأرقام استقصائي بوثائق فاطعة نفس إدارة الإدارة الديمقراطية في عهد أوباما الآن نفس نفسهم نفس الشخصيات الموجودة في إدارة الرئيس الحالي بايدن نفذوا مع الناتو طبعاً ذلك الانقلاب في أوكرانيا نفس التفاصيل نفس المفردات أرادوا أن ينفذوها فيما يسمى بمظاهرات تشرين ونحن مررنا قبل أيام بذكرها في العراق عام 2019 نفسها بالتفصيل القناص الطرف الثالث قتل عناصر من القوات الأمنية عناصر من المتظاهرين تفاصيل نفسها من تجي تشوفها طبعاً أكرر حتى لا ينفهم غلط أحنا مع التظاهر السلمي والمرجعية دعمت التظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق المشروعة لكنها حذرت في نفس الوقت من هذا السيناريو أقول الآن تجي أوكرانيا شو تسوي تحرض على إيران بطريقة غريبة بل مو بس تحرض يعني ذاك اليوم كشفت صحيفة القارديان أن وثيقة قدمتها أوكرانيا إلى الدول الأوروبية إلى الاتحاد الأوروبي هذه الوثيقة تتألف من 47 صفحة وثيقة تزعم فيها بأن إيران عندما تصنع المسيرات هذه التي ترسلها كما تزعم إلى روسيا تستفيد من قطع غيار ومن قطع في مصنعة في شركات أوروبية وأمريكية وتقولهم شوفوا يعني إيران إيران قد نفذت عندها نفوذ وعندها تغلغل في مصانعكم وتأخذ هذه القطعات الفنية التقنيات وتصنع بيها مسيرات اللي قتلونا فيها وتقترح عليهم تقترح عليهم استخدام صواريخ طويلة الأمد أو طويلة المدى يقولهم يجب أن نستخدف مصانع إيران للطائرات المسيرة في روسيا في روسيا وفي سوريا وفي إيران يريدوني ورطون وهذا طبعا وراء لوبيات يريدوني ورطون الأوروبيين وحتى الأمريكيين في حرب عسكرية مفتوحة مع إيران فيزعمون مثل هذه الوزاعن وقلت لكم حتى صحيفة القاريديان بالرغم من أنها هي منحازة لأوكرانيا أساسا عندما تتحدث عن هذا التقرير تقول المزاعن حاولت أن تكون في المنطقة يعني في السيف سايد في المنطقة الآمنة لكن في نفس الوقت التحريض واضح وهذا التحريض الآن تقوم ببعض القنوات الفضائية المدعومة من دولة عربية هي المملكة العربية السعودية بالرغم من تطبيعها العلاقات مع إيران لديها قنوات فضائية وواحدة منها تمثل بالفارسي مع كل الأسف لا تزال تحرض الغرب بطرق مختلفة على إيران والله إيران الآن نفذت وتسللت ولديها جواسيس في دولكم وفي الولايات المتحدة وتذكر أسامي يعني أسامي شخصيات والله لأنه مثلا ما قلعدهم تعاطف مع إيران لأنهم لا يريدون من الإدارة الأمريكية الحالية ومن الدول الأوروبية الحالية أن تدخل في صراع عسكري مباشر مع الجمهورية الإسلامية مو لأنه يحبوها بل لأنهم يشعرون بأنه إيران قوية وأي معركة الآن أو أي حرب بين الغرب وإيران ليس في صالحهم على الإطلاق وإيران مستمرة في تعزيز اقتصادها الوطني وفي تعزيز صناعاتها المحلية الوطنية سواء كانت العسكرية أو المدينة سوصلوا للسيارات وسيارات جايزة يصدروا إلى روسيا الدولة العظمة شنستفيد احنا من مثل هذه التجارب ويجب نستفيد صح ولا لا ابقوا على ايران المحطة الأخيرة للتطبيع السعودي الإسرائيلي حتى لا نفهم غلط من المقدمة في العنوان الأول في بداية البرنامج الإيران ليست منخلطة ولن تكون منخلطة أبدا في التطبيع مع الكيان الصهيوني لكن هذا مقال للمونيتور يكشف تحت عنوان قد تكون إيران المحطة الأخيرة للتطبيع السعودي الإسرائيلي يعني مو إيران هي محطة للتطبيع ولكن إيران عقبة أمام التطبيع بين المملكة العربية السعودية يعني إعلان التطبيع بين المملكة العربية السعودية وهذا الكيان الصهيوني اللقيط هم يعرفون ذلك يعرفون أن إيران تشكل عقبة كبيرة لهذا ذغبوا في العاشر من مارس الماضي ووقعوا اتفاقية بكين وصالحوا إيران المملكة العربية السعودية ووفق المبادئ التي لها صلة بموضوع عدم التدخل في الشؤون الداخلية وأن المملكة العربية السعودية تمارس حقها السيادي إذا طبعت مع الكيان الصهيوني لكن هذا لا يمنع إيران من أن تطلق تحذيرات بإمكان هذه التحذيرات أن تعيد إلى الذاكرة مرة أخرى التعبئة النفسية والإعلامية والسياسية والشعبوية للقضية الفلسطينية وتعيد الموضوع للمربع الأول وهكذا تفعل إيران كل عام تحديدا في يوم القدس العالمي يعني الإمام الخميني يعرف جيدا يعني هو رجل يستشرف المستقبل قدس الله نفسه الزكية عندما أعلن آخر جمعة من شهر رمضان المبارك يوما للقدس العالمي حتى دائما خاف يروحون منا ومنا هذا اليوم يرجعهم يذكرهم بأيام الله يذكرهم بأنه كما قال سماحة السيد آية الله العظمى السيد علي خامنئي قال أن الدول التي تسعى لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني تراهن على حصان خاسر وقال السيد الإمام علي خامنئي موقف الجمهورية الإسلامية الثابت هو أن الدول التي تراهن على التطبيع مع هذا الكيان ستخسر إنها تراهن على حصان خاسر زين من يجي الباحث العاقل المواطن العادي ويشوف الظروف الحالية لهذا الكيان والظروف الدولية والظروف الإقليمية يجد أن هذا الكيان في أضعف حالاته ودول المنطقة رغم أنه أريد لها أن تدخل في صراعات جانبية وافتعلوا لها أزمات أزمة اليمن العراق هذا الصراع المستمر لبنان سوريا رغم من الفشل الذريع الذي أصاب حرب الإرهاب العالمي خب لا تزال محاولات لإعادة سوريا إلى المربع الأول بطرق مختلفة أقول وأفغانستان وغيره وكذا لكن الظروف الإقليمية والدولية هي ليست بصالح هذا الكيان وليست بصالح أمريكا التي تريد الإسراء بإعلان التطبيع مع الكيان الصهيوني تعالوا شوفوا في آسيا الوسطى والقوقاز هذه منطقة القوقاز وتحديداً إقليمنا كورنو كارباك وهذا الصراع مستمر مزمن بين أرمينيا وما تمثله أرمينيا من دعم وبين آذربيجان وما تمثله آذربيجان من دعم خلفه الكيان اللقيق بكبرى خلفه ودول أوروبية واخرى الموضوع حسيم تقريباً شوفوا التطورات في أفريقيا شوفوا التراجع والتقاخكر الفرنسي والغربي عموماً لصالح من؟ لصالح روسيا شوف هذي تشيكوسلوفاكيا هذا التشيك هاي الانتخابات في هذه الدول الأحزاب المعارضة التي جاءت إلى الحكم والتي لا تؤيد مد أوكرانيا بالسلاح أو دعم أوكرانيا لاحظتم في الفترة الأخيرة الانتخابات وتفاصيل الانتخابات بشكل عام النيتو الحزب الشعبوي المعارض لمساعدة أوكرانيا يفوز في انتخابات سلوفاكيا أنا ما زلت أتذكر تشيكوسلوفاكيا لأنه انقسمت هذا الحزب يريد وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا وينتقيد للاتحاد الأوروبي وحزف شمال الأطلسي في انتخابات سلوفاكيا فاز كنا وفق ما ظهرت نتائج رسمية وتعاخد الحزب انه سيوقف دعم أوكرانيا بالأسلحة وتحسين العلاقة مع موسكو اذن لماذا هذا الرهان على هذا الكيان اللي هو نفسه يعاني من أزمة داخلية من صراع مرير في الداخل هذا الكيان وحتى هناك استطلاعات رأي داخل الكيان الصهيوني من الإعلام الصهيوني تشير إلى أن هذا نتنياهو إذا جرت انتخابات جديدة يعتبر هاي حكومة تلافية وكم انتخابات مبكرة جرت فلن يفوز سيخسر فهو بحاجة ماسة إلى بأي شكل من الإشكال إلى إعلان اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني فالمحطة الأخيرة طهران لقد كان النهج السعودي في التطبيع دائماً مصحوباً بالتحوط بسبب إيران إن طلبات الرياض من الولايات المتحدة دعم برنامجها النووي ومعاغدة الدفاع يريدون معاغدة الدفاع مثل الناتو قال لهم ما نقدر ما نعطيكم هذه المعاهدة أمريكان ما ينظرون هاي النظرة طبعاً نظرة دونية ينظرون لدولنا مع كل الأسف فسأبوا هاي أوكرانيا مرادة وضم شو سوالة بس مقدمين سنقاتلوا حتى آخر أوكراني تدمير أوكرانيا هم بس يدفعوا بالسلاح شو للفائد يلا فنهم ينخرطون بحرب مباشرة مع روسيا لكن يوم بريطانيا رادة تدز بعض الأفراد قوات إلى يعني حجة مدربين وكذا إلى أوكرانيا قال لهم الروس سنتعاملوا معهم بدون رحمة يوم الثاني إيجا رئيس الوزراء قال مندز أفراد ندعم بالسلاح لقد كان النهج السعودي في التطبيع دائماً مصحوباً بالتحوط بسبب إيران إن طلبات الرياض من الولايات المتحدة دعم برنامجها النووي ومعاهدة الدفاع يريدون معاهدة الدفاع وأنظمة الأسلحة المتطورة كلها موجهة نحو إيران أنتوا تيدون تطبيع تيدون سلام يقولون نحن نريد سلام نحن ترى مو هدفنا التطبيع السعوديين تلاعب بالألفاظ الضحك على الذقون السلام سلام شو يعني يعني السلام بس مع هذه الدولة التي قامت على الإجرام وعلى الأرهاب يقولون ويقولون هكذا يبررون نحن نريد نريد بنى اقتصادنا نريد نهتم بالاقتصاد وبالتنمية فلا داعي للسلاح ونحن بصدد البحث عن فرص السلام ونشتر ونشتر اسلاح موجه لإيران الله ليش يا بل ليش إيران فيجي هذا المقال يحل التفاصيل أنا يعني أقول لكم بعض منها بس فيما يتعلق ب أن إيران تتبنى الآن التقارب مع المملكة العربية السعودية لكن المملكة تريد المزيد من الإجراءات لكي قلت لكم سابقا لكي تحمي نفسه في حال قامت الولايات المتحدة والكيان الصيوني هم هم بشن اعتداء على إيران وشفته في قضية المباراة التي جرت مؤخرا أو التي كان يفترض أن تجرى بين نادي سعودي ونادي إيران ومجسم بالشهيد قاسم سليماني موجود ورادونهم بأي شكل مبرر من المبررات ليه يعني لأرضاء الغرب والغرب لأرضاء أمريكا ولأرضاء الكيان الصيوني مع ملاحظة أن الشهيد قاسم سليماني استشهد وكان يعمل على التهدئة بين إيران والمملكة العربية السعودية كما قال السيد عادل عبد المهدي كان لكم نشروع وساطة زين إيش قد موعدكم صور في ملاعبكم لقادتكم ولمؤسسي المملكة وذولهم ما يعترفون بعض الإيرانيين أو الكثير من الإيرانيين ما يعترفون بهم شلون بالله هم لازم والله أنت تحط صورة للآل سعود أو للملك الفلاني في الملعب وأنا لجب أن أمر من تحته هذه هي سياة تحجون بالتدخل في العلاقات في الشئون الداخلية وبحجة أنه مبدأ سيادي نروح نطبع مع الكيان المجرم الذي اقتصب خلسطين ما تجونا تطبقوا على موضوع سيادي هذا زعيم إيراني ملاعب يفتخرون به شلو المشكلة مثلها لأن هم يعملون والمخطط الأساسي انتبهوا جيدا أحبائي المخطط الأساسي الكبير هو إيران المحطة الأخيرة هو إيران وطبعا العراق وكما كشفنا وكما كشف نتنياهو نفسه في خارطة الشرق الأوسط الكبير يعني إسرائيل الكبرى عندما ذهب إلى الأمم المتحدة هو هذا الهدف هذا الهدف السيطرة والهيمنة وياهو اللي عارض يضربوه ياهو اللي عارض يضربوه ولهذا أقول جريمة المطار قد تتكرر اللهم إني بلغت واللهم فاشهد يمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر